بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي ما زلنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في سرته يأخذ بأيدينا إلى الأنوار اللي بتتخلل كل جوانب حياتنا والنهاردة أن يعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مهمة جدا ما قابلتش حد في حياتنا إلا وهو بيشتكي من إيزاء الناس تعالوا نشوف أكرم الناس والناس اللي هم وصفوا بأبشع الأوصاف بيأذوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف إزاي هيتعامل معهم فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وهو أمي أذاه المشركين إزاءا حسيا ومعنويا بيأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فساخروا منه واستهزاؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيأبي وهو أمي صلى الله عليك يا رسول الله بيأبي أنت وأمي يا رسول الله ووصل بهم الإزاء الحسي والمعنوي لدرجة أن مرة إيه اللي حصل؟ كانوا بيحذروا الناس من استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن هم يقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك مرة أن ضماد الأزدي بيقول يعني قالوا لهم ما تقابلوش حضرة النبي وضماد الأزدي ده كان من الرقاة يعني كان شخص بيعالج وبيرقي الناس فقدم إلى مكة فسمع من سفهاءهم يقولون إن محمدا مجنون الله أكبر الكلام والله بيوجع بس تخيل بقى أن حضرة النبي بيسمع هذا الكلام فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم صابر على هذا الأسى وسوء الأدب فضمض قال إيه لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي فلقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني أرقي من هذا الريئ فهل لك فهل لك يعني هل تحب أننا أرقيق عشان تشفى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بواجه المبتسم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ثم قال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد لسه يتكلم فقال ضمض لسه بس حضرة النبي يعني 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 يكمل كلام وحضرة النبي دي اسمها الاستفتاح فقال له أعد علي كلماتك هؤلاء رجع أقول لي الكلام دا مرة تانية فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات تخيل للرجل ترى بالكلام دا ثلاث مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه يا بيأ أنت وأمي يا رسول الله شوف كيف الإزاء المعنوي حضرة النبي معه الحق ويقوله عليه ساح وعبد الله بن عمر ابن العاص بيحكي حكاية تانية بتبين بقى الإزاء المعنوي بيقوله أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في حجر الكعبة أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله سأسا فخنقه خنقا شديدا بيأبي أنت وأمي يا رسول الله يا الله فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الإزاء المادي والإزاء المعنوي وحضرة النبي كان على الحق وكانش على الباطن لدرجة أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة من أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما أعظم البتول فأخذته عن ظهره وداعت على من صنع ذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الإزاء سمحوني أي واحد يحب حضرة النبي لما يسمع الكلام ده ما يتحملش قلبه إن هو إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا الإزاء أم القلب حضرة النبي كان بتحمل ده إزاي أكيد قلبه كان فيها معاني يا رسول الله كيف تحملت ده أنا حاسس إن حضرة النبي بيقول لنا إن تحملت ده وأنا قلبي بيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ما زلت يا رسول الله بتعلمنا المعاني الجليلة في سرتك إنك تتحمل أذى المؤذين وتحاول بقدر الإمكان تبعث لنا الرسالة في سرتك إحنا تعلمنا يا رسول الله إن إحنا زي كنا أصحاب رسالة وكنا أصحاب حق إن إحنا ما نردش الإساءة بالإساءة لكن نتعامل بالصفح ونتعامل بإن إحنا أصحاب رسالة الرسالة دي لازم نعملها مهما حصل إن تعلمتنا يا رسول الله أنه ملتفت ولا يصل حتى ولو كان الالتفاد دا للأذى فرسول الله علمنا إن إحنا ما نلتفتش وأول حاجة ما نلتفتش إليها ما نلتفتش إلى الانتقام الانتقام يحرق الأعمار لازم نبطل الانتقام أنا أعرف ناس عايشين حياتهم بس ومكرسينها عشان ينتقل إذا كنت صادق وعايز تمشي مع حضرة النبي وتعيش في جمال نوره ما تنتقمش ولكن انفع حضرة النبي علمنا إنه كان بيقابل الإزاء إليه بثلاث حاجات بالرحمة والخير والجمال رحمته صلى الله عليه وسلم بينه وهو صلى الله عليه وسلم ما بيدعيش تحدى لما رمع عليه صلى الله عليه الجزور مش هو اللي دع عليه السيدة فاطمة اللي دعت عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حب الخير هو والراجل جاي عايز يرقيه بيقول له عيد علي الكلام فيعيد عليه مرة واثنين وتلاتة إيه الخير ده كله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل كل ما يفعله عشان نوصل لهذا الجمال يا سادة حضرة النبي علمنا درس هذا الدرس من أروع ما يكون نعرف الدرس ده ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإسراره ويا جمال حضرة النبي وهو حتى جميل وهو ما بيلتفتش للأذى حتى جميل وهو بيكمل في رسالته ويكرر على ضماض ما طلب أنه يكرره من خطبة الافتتاح تلات مرات يا جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومبي ربينا وياخد بأدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وإحنا لما نتأذي عندنا خمس لقات أنا ما سميها اللاءات الخمسة أو اللاء لا تنتقم اللاء التانية لا تندفع مش عشان أنت حصل لك إذاء تندفع وتترك الخطة وتترك المنهج اللي أنت معاش عليه لا تندفع اللاء التالتة لا تقف ما توقفش لما تتأذي لو وقفت هيزيد عليك الأسى ويتكلب عليك الأسى ما توقفش لا تقف يبقى لا تنتقم لا تندفع لا تقف وأيضا لا تعوض ما تحاولش تعوض الأسى اللي حصل لك ده بإن أنت تعمل حاجات تحسسك إن أنت لك مكانتك وإن مكانتك ما تهنتش اللي محتاج يعالج سوءه واللي محتاج يعالج مكانته هو اللي أزاك مش أنت فعشان كده لا تندفع آخر حاجة لا تلتفت استمر وما تعوضش لتلتفت مين شافك ومين ما شافكش وإنت بتتأذى اللي قاتل خمسة دولة عيجعلوا قلبك في حصن من الحصون وتعمل إيه بقى؟ عشان تكون إيجابي وإنت بتتعامل مع الأذى؟ أول شيء لما يحصل لك الأذى تبسم وتيقن من إنك أنت تحت نظر الله وأن الله يرى هذا وأن الله لا يظلمك وإن أنت مازلت في أمان الله فتبسم مستمر التبسم ده اللي حواليك هيفسروه بإن أنت واثق من نفسك هيفسروه بإنك أنت عندك حاجات جواك وإنت معندك شغل حاجة واحدة بس ثقتك بنظر الله لك الحاجة الثانية حاول تستمر في عملك وعملك ده يبقى هو شغلك وتحط مش تحط كل همك في عملك تحط كل أملك في الله في عملك وآخر حاجة اجعل دايما لما حد يأذيك معنى تركن فيه إلى الله ممكن تقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي بالتلاتة دولة لما يحصل لك أزا هتجد نفسك أفضل هتجد نفسك مليئة بالنور معانا السيد محمد من الشرقية سيد محمد سام عليكم يا فضيلة الشيخ عليكم سام ورحمة الله وبركاته وتفضل كل سنة وانت طيب دي وقت هذا شاي المبلغ من المال في البيت شاي المبلغ من المال في البيت سام حضرتك أيوة بقاله عشر سنين كل سنة بطلع على اثنين ونصف المية طيب ده مظبوط يعني يعني بقاله عشر سنين شايله في البيت لا بتاجر بيه ولا باشتغل بيه ولا إله علاقة خالص إن أنا شايله لأي ظروف ما هو كل الحكاية بس إن الفلوس دي أنت كده أنت اللي عامل كده ده قرار اقتصادي من الصحيح أنت لازم تدور المال ده لكن معنى إن المال بلغ النصاب وحال عليه الحول يعني مرت عليه سنة تطلع مرت عليه سنة ماذا؟ سنة قمرية إيه اللي حاصل؟ بدل مرة عليه ده؟ خلاص اللي احنا بنسميها السنة الهجرية بدل مرة عليه سنة وبلغ النصاب وحال عليه الحول خلاص بوجبة عليه الزكاة 2.5% سواء بقى كنت حطه في البيت أو حطه في البنك أو حطه في أي حتة سواء كان مستثمر مش مستثمر وعشان كده احنا بنقول الزكاة بتخلي الناس تحساها على الاستثمار أي الناس مش عايزينهم ياخد القرار الاقتصاد اللي انت واخده ده حاج محمد يبقى معنى إن انت حطه في البيت مش معنى إنه هو مش هيخرج عليه زكاة لا هيخرج عليه زكاة ولذلك من نصحك إن انت تستثمره فعليه زكاة خرج عليه زكاة 2.5% إذا كان بلغ النصاب وبحال عليه الحول معانا السيدة محمود من الجيزة تفضل السلام عليكم يا فضلت الشيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحت أن كان محمد أبلغ من سنال وكان 15 ألف جنيه وديتهم الواحد يشغلهم لي وبدأوا يزيدهم لي لحد السنة اللي احنا فادي بقى ستين أنا أطلع عليهم زكاة كيف لا لا معلش حضرتك معلش عيدي السؤال تاني إن السود كان بيقطع عيدي السؤال تاني يا حاج محمد معاي مبلغ من خمستاشر ألف جنيه من أربع سنين من أربع سنين بقيتهم الواحد يشغلهم خلاص ستينهم الواحد يشغلهم بقى دلوقتي بقوا ستين بقوا من ستين أطلع عليهم زكاة كيف هم ستين دولار واضح إنهم ما بلغوش النصاب إحنا عندنا على 85 جرام دهب فكده 85 جرام دهب ده ولمش يطلع عليهم زكاة إن بالحسبة كده لا إحنا لسه ما وصلوش لما يساوي 85 جرام ده أنا حسب 85 جرام دهب ونشوف دولار يوصلوا لكام وساعتها بنضربها في تمن في تمن الجرام الدهب النهاردة ونشوف لو كانوا وصلو له هنطلع عليهم زكاة ما وصلوش لتمن 85 جرام دهب مش هنطلع عليهم زكاة واللي عنده تلاتين ألف جنيه واللي عنده أربعين ألف جنيه مش هنطلع عليهم زكاة لإنهم لم يبلغوا النصاب لازم المال يبلغوا النصاب وبعد ما يبلغوا النصاب يحول عليه الحول أم مراهف من الشرقية تتفضل عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أم مراهف بعد إذن حضرتك أتوتي التلفزيون أتوتي التلفزيون تسمعيني من التلفزيون لو تكرمت علي في 2015 كنت باخد الحقن السوفالي بتاعة الفيروس سي طيب طبعا أنا في شهر فترته طيب جيت بعد كده حصل حمله ورضاعة وكده برضو فترت رمضان اللي بعديه طيب أتبرو أن الحقنة بتفطارك لا لا الحقنة لا مش على كده لا كان فيه لاب جامد لكن انت كنت تفطاريا كنت بروح محافظة تانية عشان أخدها ربنا يفتح عليك إن شاء الله فأنت دلوقتي عليك شهرين هتقضيهم بعد رمضان ومعلكيش حاجة معلكيش فدية هتقضيهم بعد رمضان تخديهم اتنين وخميس اتنين وخميس كده وان شاء الله ربنا يكملك فأتصميهم بعد رمضان اللي جاي فأنت معلكيش شيء واقضي ما فاتك من الأيام الذي أفطرتيها من أجل المرض ومن أجل كمان الحم فخلاص افطريهم معلكيش شيء إذن انت معلكيش شيء وعليك إن انت تقضي ده وإحنا بننبع على الناس اللي فاتته أيام ما يعتبرش إن الأيام لما فاتت خلاص يدفع عنها فدية وخلاص ما دمت من الذين يستطيعون الصيام والدكتور ما قالكش انت مش تقدر تصوم تاني طول حياتك يبقى انت من أهل الصيام وتقضي مفاتك وان شاء الله ربنا يتقبل منكم جميعا رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذة أميرة أستاذة أميرة تفضلي وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحضر ليك طيبة وبصحة وبسلام عايزة تفضلي تفضلي تفضلك الله أنا حصلني إذاء من الناس معانا يعني تفضلين معايا في البيت بعدها مع حماتي ومتحت رجليها وبخدمها ومفيش أي حاجة بس حصل توقيع وحصل سلام فترجعت بهدلتني وتردتني يعني توقيع من سلايفك يعني ولا إيه؟ أوه طيب وبعدين فتردتك من البيت؟ أوه يعني أنا خلاص مش عايزةك معايا وطلعي واخد العيال وطلعي طيب أنت عايزة أنا أقولك تعملي إيه؟ أنا أعمل إيه؟ أنا يعني مش أول مرة تحصل كل مرة برجع لها وببس على قديها ومش عارفة والله يعمل إيه؟ عسألك سؤالي أستاذة أميرة طيب هل أنت لما رجعتي وصالحتيها وبست إيديها أنا آسف يعني نقصك حاجة؟ بل زدتي زدتي إيه؟ زلت عند الله وزدتي عند الناس هو مين بقى المشكلة؟ المشكلة النفسة الأمرها بالسوق اللي جواكي هي دلوقتي حسن معاملتك لها هي اللي هتغيرها ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة من كأنه وليه حميم أنا بقولك كده ليه؟ إحنا ممكن نعيش مع اللي حوالينا نصرعهم إحنا في الحقيقة ما فيش حد بتضر غيرنا أنا مش بقولك كده عشان هي ستة كبيرة وإنتي مفروض تيجي على نفسك وإنتي شابة وإنتي مفروض تيجي ما بقولك إيش كده أنا بقولك عشان قلبك بقولك عشان أنت نفسك حاسة أن أنت بترتاحي لما تسمحي بترتاحي لما تتعملي ده الناس اللي وقعوا ده أنت لما بتسيق ليه وتسمعي كلامه وكأنك أنت بتصدقي على الكلام ده شفت حضرة النبي عمل إيه؟ ما التفتش إلى الكلام واستمر في دعوته واستمر صلى الله عليه وسلم في أنه هو يكلم الناس بالحسنة اعملي كده هتلاقي قلبك نور وهتلاقي نفسك مرتاحة وهتلاقي نفسك وكأنك وقفة زي الجبل رسخة مش إحنا بنسأل ربنا السبات أهو ده السبات السبات على أن احنا نكون من أهل مكارم الأخلاق حتى لو الناس كانوا من أهل مساوي الأخلاق وما تقوليش لنفسك طب أنا ليه أستحمل ده كله أو ليه أعمل كله لأن أنت بتعمل الكلام ده والله ينظر إلى قلبك والملائكة تكتب ما تفعلي فلذلك أنت في زفة من البركة ومن النور استمري ودوة هيجلب عليك الصبر اللي الله سبحانه وتعالى بيقول فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير الحساب أستاذ جمال معانا من أستاذ جمال تفضل أستاذ جمال يحاول التصد بينا تانية معانا الأستاذ مروى عليك يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاي حضرتك يا دكتور نعم وفضل الحمد لله السؤال بس يا دكتور إحنا بالنسبة لشغلنا يعني فيه إن هي الفيضة اللي هي الفيس المشاريات ففيس المشاريات بتدي مثلا حيث لو مثلا عاوز عايز تشتري حاجة وعندك فترة سماح من 45 لغاية خمسين يوم آآ ايوة خمسة وخمسين فعلا ايوة ولو حضرتك مثلا تدفعها دين يعني تديها نفس الفلوس نفس خينة الفلوس تمام؟ طيب آآ دي طبعا دي حلال دي بس فيه حياتين اللي هي آآ بس حديك مش بلاحظة مش بلاحظة ان حديك بتسأليني وبتجاوبي يعني ماشي أنا معنديش مشكنة المرتب المقدر يعني قبل معاهده يعني. طيب الفلوس اللي هو بيدفعها دي اسمها اه اسمها ايه? اه اسمها مصاريف ادارية? اه هو قال لي دية اه اه معرفش والله بس هو قال لي انت حالي تستحر مثلا الف دنين فاحنا المرتب بتاعها تبينزل فبهي ابناخدها مثلا الف اه الالف عليها اثنين وعشرين دنين. ده تاسمه ايه مصاريف? مصاريف ادارية ولا ده فايدة? نا فايدة. هو ربوه بيقول فايدة حضرتك يعني. ما هو اصلا اللي بيكلم حضرتك احنا عندنا مشكلة في حياتنا اللي بيكلم حضرتك هو مش عارف. انت طب شفت العقد فيه مكتوب في ايه? شفت العقد اللي بينك مكتوب ايه? نفسي الكلام اللي بيقوله لحضرتك كده. طيب بص يا ستي انا عايز اقولك حاجة. ازا كان الانسان هيقترض مال والمال ده هيبقى عليه مال زائد هيبقى دوة من نوع كله قرد نجرة نفعا فهو ربا. لكن خلينا اقولك انت قلت حاجة مهمة ما ينفعش ان احنا نفوتها. ان انت بتسحبي من فلوسك اللي انت دي فلوسك انت. يعني انت بتسحبي من ايه? بتعجلي بتعجلي ايه? بتعجلي مرتبك. فانت مش بتقترضي منه. ده انت بتسحبي مرتبك وهو عنده مرتبك ده مضمون من من المكان اللي انت بتقبض منه. صح ولا غلط? فاذا كان مرتبك ده مضمون من من المكان اللي بتقبض منه فهو ده مش فايدة. ده قد يكون ده المصاريف اللي هي بتكون على اخذ هذا المال. فاذا كانت دي المصاريف اللي هي مصاريف الادارية فده مش هيبقى نوع من انواع القرد اللي جره نفع. لا دي مصاريف عشان يقدملك الخدمة دي. اما اذا كان ده مال انت بتقترضيه. والاقتراض ده ايه اللي حاصل? هو بيسدد انت بتقترض القرد ده. هو قال كده انت بتاخد المال ده على سبيل القرد. وبعدين لما بتقبضي بتسدد القرد ده مع فايدة دي. اه لا ده يبقى ممنوع. ليه طيب? لان ده قرد وجره نفع لهذا الشخص. فما ينفعش لا الاخذ ولا الاعطاء. لا هو يعطي ولا هو يأخذ. اذا كانت المسألة بهذا بهذا السياق. انا محتاج ان انا اعرف تفاصيل هذا الامر لكن انا قلت لك قاعدة عام. اذا كان هذا المال يؤخذ على سبيل الدين. وعلى سبيل القرد. ثم بعد ذلك لما يجي لك فلوس مرتب تبقى تسدديها. فانا افترض مثلا ان انت المرتب مش 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 هتحصلي عليه. اذا كان المرتب مش هتحصلي عليه فهو يفضل دينه معلق. لا ده يبقى كده انت ساحب من مرتبك. والمصاريف ده مصاريف ادارية. لا ده انت لازم تسدد الفلوس ده وتعند وصول المرتب ده لان انت مدينة بالفلوس دي. اه لا ده يبقى قرد. ويبقى الفلوس اللي جاي عليه ده هيبقى كل قرد جرى نفعا فواربا. ارجو لانا اكون وضحت لحضرتك. استاذ جمال رجع لنا تاني. اتفضل استاذ جمال. عليكم سلام ورحمة الله وبركاته. الله باركنا. اتفضل. اتفضل يا حضرتك قلت علي يا طلاق من كذا البنتي. انه عملت كذا. ايه. طب معلش يا استاذ جمال عشان الوقت بتاعنا بس لو سمحت حدايك وط وط التلفزيون اسمعني من التلفون لو تكرموا. ماشحة ماشحة. اتفضل يا استاذ جمال. حضرتك قلت كده اه هي خرجت يعني خرجت بعد منها. اه لاني بايبقى عامل ايه في ده. لو سمحت. انت دي اول مرة تتلفز بلفز الطلاق. اول مرة اه اول مرة. ما شاء الله انا كل الناس اللي بتصلوا بيا بيكونوا اول مرة الله واكبر. بس ايه وحيكون في الفز تانية اوة. لا اول مرة الله. طب دي اول مرة قلتلها ايه بقى? قلت عليها الطلاق ان عملتك ايه اه اه طلق. وكان اصدك ايه من الكلام اللي انت بتقوله ده? طب انها متخافش يعني. ما كانش اصدك الطلاق اصلا. ياه. خالص. اه. طب هو يرضى ربنا الكلام ده. يعني انت عشان عشان تمنعها من الخروج تهد البيت. يعني زي واحد لقى صار في البيت في حرق البيت كله ينفع. كان عشان عمل حضرتك. ولا عمل ايه? بشغل يعني. ولا حاجة ولا حاجة تستحق اللي انت بتعمله ده حاج جمال. يبقى ايزا خلينا نقول كده اه. انت قلت علي الطلاق اذا خرجتي اه من البيت تبقي طال. ده اللي انت قلته. فجمعت بين الحلف وما بين مسألة الايه? التعليق ده. فانا بقولك ازا ما كنتش قاصد ده. فعليك ان انت وهي خرجت. وهي خرجت اللي انا سمعت وساعة التشويش. ان انت قلت ان هي خرجت. لو كانت خرجت. يبقى عليك ان انت تطعم عشرة مساكين. عليك ان انت تطعم عشرة مساكين. احنا في الغالب مساء للطلاق بنحب ان احنا نسمعها بطريقة مباشرة. وان احنا مع بعض بطريقة مباشرة. وانا بسأله بقى لازم يبقى ما عندوش حاجات عملها. هو قال ان هو اول مرة يتلفز بلفز الطلاق. وما فيش حاجة موثقة. ولا فيه شيء من هذا القبيل. ويا سادة. عايزين نمسك لساننا. لان مهما حصل. ما فيش حاجة تستحق ان احنا نهد بيوتنا ونحرق قلب اولادنا. اه بتحرقوا قلب اولادكم لما تستخدموا الطلاق. التهديد ده بيخلي الاولاد حاسين ان هما ترموا في محيط. ما بيعرفوش هما يعملوا ايه. وبساعات بيقرروا قرات بتزهر بتزهر اثارها السيئة بعد كده. في وجع وقلم وانحراف. فاتقوا الله في اولادكم وبالاش حاجة الطلاق دي. وخاصة لو كنا بنتكلم عن ازاي حدث النابي النهاردة. قدم لنا نموذج في ترك الإزاء. ازاي حضرت النبي ما التفتش. وازاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما حاولش يعوض ولن دفع. وازاي حضرت النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فعل كل ده. يا رب اجعلنا دايما مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نسير معاه ونسير في يدي بان يمسك بأيدينا واتخلنا الى حضرة الرحمة والخير والجمال. يا رب العالمين احقق valtêmين يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا رب جعلنا مع حضرة النبي على الدوام وجعلنا في صحبته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين